اشتركوا في القناة تجربة الجزائر في مكافحة السرطان حيث ان المشكل ظهر بشدة كبيرة هذه مذت عشرين سنة وكانت المستشفيات في حالة يرثلها وكانت الوسائل المتوفرة لا تلبي مغرض من من هذا في مكافحة هذه المرات السرطان فتقرر بنا اكثر من 14 مستشفى مخصص في صناعات مخصص في مكافحة السرطان وكانت مجهزة مجهزة بدأت تدريب مجهزة وكانت تدريب مجهزة الوسائل في ميدان وكانت السرطان وتم انجاز حوالي 18 مستشفيات في كل انحاء الواطن ومنها واحدة اثنين 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 وهو مستشفى مكافحة السرطان الخاص بولاية زيوزو الموجود في برديت دراع الميزان او دراع بنخدة بالتأكيد بالدراع بنخدة وحبيت نأكد على واحد الجانب مهم جدا في هذا الحرب على السرطان وعلى المستشفى هذا بصفة عامة والحرب يعني في ميدان الاستشفائي هذا هو الجانب الشبه الطبي وفي الخصوص في الخصوص الجانب التقني الجانب الصيانة انتع المعدات الطبية هذا الجانب لازم 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 نطوره لانه هو الحلقة الضعيفة في النظام في المنظمة الصحية في الجزائر هو قضية الصيانة انتع الاجهيزة الطبية وخاصة في هذه المراكز الاستشفائية هذه انتع مكافحة السرطان فيها اجهيزة طبية اخر قراز اخر ما وصله العلم وهي اجهيزة يعني تكلف باهظة يعني تكاليف باهظة لازم تطلب يعني الانسان يتطور في المعارف انتعه ويتعلم ولازم كل البرسونال البرسونال شبه الطبي هذا لازم يتطور تكون فيها اه اه انفرماشن كنتينو في الضمان انتع الصيانة انتع المعتاد الطبي وكذلك في مشاكل يعني كل ما هو علاقة بالتمريض بالتمريض يعني كل الانستيزي والارديولوجي يعني في العام ثاني تبدو الشينا مؤخرا مركز بالاروات وان شاء الله كل مناطق جزائر بيكون فيها مراكز وتكون مراكز يعني فياب مراكز تمشي فونكشي تمد نتائج مش غرضك حط الماتريال وشبه والبطال وكذا والعلامات وهذه والنحية العمليات لا أحدث ولا حرج ان شاء الله المسكرين يفهم ولازم لازم الغرب بيدي من حديث من يمس بهذا المراكز الاستيشفالي لأنها مراكز مهمة جدا لهذا الانصف الظاهري والسلام عليكم